وإليكم تفاصيل الأنبى عقدت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس صباح اليوم اجتماعها بحضور قداسة البابا أنبى تودرث الثاني كما تجتمع سكرتارية المجمع المقدس مساء اليوم لتضع جدول أعمال الاجتماع النصف سنوي للمجمع والمقرر انعقاده صباح غد بالكاتدرائية المرقوسية بالعباسية كانت اللجان الفرعية للمجمع المقدس في الكنيسة القبطية الأرثوزوكسية بدأت اجتماعاتها الأحد الماضي تمهيدا لجلسة المجمع العام غدا